على قلبي رجل واحد كانت وما زالت جماهير الزمالك الجماهير التي علمت الجميع المعنى الحقيقي للوفاء والانتماء الجماهير التي صنعت الفارق في كل مدرجات وملاعب مصر الجماهير التي سجلت أعلى حضور في المواسم الأخيرة وأقوى تأثير في المباريات الجماهير التي تشجع من القلب دون النظر إلى أي شيء آخر تشجيع أقوى من جميع الظروف الصعبة فبالرغم من التعادل الأخير أمام الاتحاد ظهر الجمهور كرجل واحد داعم ومساند بشكل طبيعي فالتعادل كان بفعل فاعل تعادل مقصود من تحكيم غير مقبول وهذا ما أكده المستشار مرتضى منصور رئيس النادي ولكن جماهير الأبيض تعلم دورها جيدا تعلم أهمية المرحلة وأهمية الدعم في هذه الفترة الحاسمة من الموسم ليكون لسان الجميع خلفك في أي مكان يا زمالك فبالرغم من حرمان الجماهير الغريب لمبارتين وتأثير التحكيم السلبي على نتائج الفريق تعاهد الجميع على الدعم وتعاهدت الجماهير على التواجد في مدرجات استاد القاهرة من أجل دعم الفريق في مباراة بيرامدز ببطولة الكأس المباراة التي لن تكون سهلة ولكنها بمثابة عنق الزجاجة من أجل استعادة الانتصارات وعودة الروح رغم التحكيم الظالم مباراة ستشهد حضور جماهير مكثف حضور كبير لجماهير الزمالك كما اعتدنا فهم دائما كلمة السر واللاعب الأول ترجمة نانسي قنقر